رأس ممثل عئيس المجلع على الشؤون الإسلامي ومفتي الديار الكادية فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو ترأس مناسبة الاحتفال بالذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة الدبدب بمقاطعة البطحة الشرقية المناسبة حضراء العالماء ووفد من السودان بيترأس ممثل الطريق التجانية بالسودان محمد حسن أدم تجانية الكبرى للشيخ الحاج مكي أبضل التجاني بمدينة دبدب بمقاطعة البطحة الشرقية بإقليم البطحة بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك بهضور ممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد محمد صالح وتخللت المناسبة إدت مداخلات منها كلمة الشيخ أسعد محمد مكي التجاني الذي أكد بأن هذه الزاوية تحتفل بذكرى المولد النبوي منذ زمن طويل الشيخ أحمد محمد صالح ممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من ناحيته أشار إلى جهود الشيخ الحاج مكي أبضل لما قدمه في مجال التعليم ونشر الطريقة التجانية كما تداخل العديد من الألماء بكلمات واصفين سيرة وحياة النبي وأخلاقه وصفاته الحميدة إلى جانب شمائله وإرحاصاته احتفل أيضا اليوم أحباب زاوية دار المتقين بذكرى المولد النبوي الشريف جرت المناسبة بمقرر زاوية الكائن بدائرة الثامنة بحضور الأئمة والدعاة والسكان الدائرة أدم حنفي ما زالت تتواصل الاحتفالات بذكرى بلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ربوع البلاد عند كل زاوية ومسجد وبيت لذا نظمت زاوية مسجد دار المتقين الكائن بالدائرة الثامنة هذا الاحتفال الذي يليق بمكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم فبدأ الحفل بآية من ذكر الله الحكيم بقراءة مع القون محمد الأمين تلتها فرقة الخمر الحلال في متح سيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم موسى عبد الكريم عبد الله وهو إمام مسجد دار المتقين حيث أشار في كلمته إلى أهمية الاحتفال بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى سيرة الحبيب محمد الشيخ محمد النور رئيس مجلس الشورى بمشخة الطريقة التجارية وهو أحد العارفين بمتح المصطفى صلى الله عليه وسلم وصفا صاحب الرسالة المحمدية بكل خصائصه وصفاته التي هي معجزة لغيره من البشر هذا ويشار إلى أن مسجد دار المتقين سينظم هذا الاحتفال في كل عام احتفلت أيضا رابطة المتضامنين من أجل خدمة الدين بذكرى المولد النبي الشريف ذلك بقرية طامو كيسة الواقع بضواهي العاصمة أنجمنا محمود موسى الفيل قرية طامو هي الأخرى احتفلت بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم كباقي قرى ومدن أقاليم البلاد وقد تعاقبت فرق المداعها النبوية في مدح سيد الأنبياء وإمام المرسلين حبا وتعظما لمكانته الرفيعة وفرحتهم بحلول هذه الذكرى المجيدة ويقوم آمنوا ولتات زابزاب طريقاتنا الأظمى من الله شانها بعد ذلك شهد الحفل عدة مدخلات من قبل بعض المشايخ والآئمة والدعاة فضلا عن بعض عضاء رابطة المتضامنين لأجل خدمة الدين التي قامت بتنظيم وإقامة هذا الاحتفال وتتمحور جل هذه الكلمات حول مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة فضلا عن إرحاصاته وصفاته وشمائله واختتم الحفل بمدائح وأناشيد دينية من قبل الفرق المشاركة هذا ونشير إلى أن قرية طامو تقوى على بعد 15 كم شرق العاصمة أنجمينة خلوة أبينا عبد الرحمن عبد الله بفرشة بالدائرة الأولى احتفلت هي الأخرى مساء أمس بهذه الذكرى العطرة سعيد أحمد حسن يقتصر على السياسة والشؤون الاجتماعية وحسب وخير دليل على هذا هذا الاحتفال الذي نظم من قبل نساء خلوة أبينا عبد الرحمن عبد الله فحبه صلوات الله وسلامه عليه يغمر كل من منأ الله قلبه بالإيمان وهذا يأتي من منطلق الحديث النبوي الشريف الذي فيما معناه أنه لن يكون المسلم كامل الإيمان حتى يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده ومن الناس أجمعين مدائح نبوية ووصايا تمحورت عن شمائل وصفات سيد الوجود وقبلة الشهود نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مسجد أبينا عبد الرحمن عبد الله لم يبلغ من العمر سنة منذ تشييده وبالرغم من هذه المدة القصيرة إلا أنه قدم ما يحمد عليه لسكان فرشة بالدائرة الأولى صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى متواك ترجمة نانسي قنقر